الأستاذ سامح إذن إحنا فاهمين الأخوان عايزين إي دلوقتي لكن مسألة انفراجات وإفراجات وحوار سياسي مفتوح وإعادة تشكيل للجنة العفو زي ما أشاليها أستاذ مهر هل ده يشكل خطورة على الأخوان يعني قد يظن المزيع أنه ده هيؤدي إلى المزيد من العزلة للأخوان وده الأمر اللي بالنسبة لهم قد يكون كارسي هو غضب الأخوان غير مفهوم لأنه من 2020 جماعة الإخوان وأستاذ ماهر ليحق حديث كتير مهمة في المسألة دي جماعة الإخوان بدأت تتحول لطيار فكري أو هي من زوجين بتحول لطيار فكري ما بقاش فيه فكرة التنظيم بالشكل المؤسسي لكن هي أفكار فيه محاولة للعودة من جديد وده كانتسبب أنه فيه خلافات كتير ضخمة جدا وانشقاقات حصلت بين الإخوان في أوروبا واللي نتج عنها أنه فيه مكتبين للإخوان حاليا دلوقتي منهم مكتب إبراهيم مونيرو إبراهيم مونيرو والمجموعة اللي معايا كانوا بيبرروا موقفهم في تغير سياسات الجماعة في المرحلة دي أنه هو من أجل مصلحة المعتقلين وأنه نحن بدأ على لسان إبراهيم مونير القائم بعمال مرشد الإخوان الحالي في لندن الرجل بيقول جماعة الإخوان مستعدة لتقديم أي تنازلات أيا كانت من أجل المعتقلين وأن الإفراج عن المعتقلين أصبح فريضة كالصيام والصلاة وفضلت كل قنوات الإخوان الإعلامية تدخ الأحاديث ده في كل مكان والصحف تتحدث أنه نحن مستهدين لأي تنازلات من أجل الإفراج عن المعتقلين إيه اللي حصل ده بيحصل بالفعل لكن هي الجماعة أدركت أنه الدولة المصرية لما تدخل في حوار سياسي هتدخل في حوار سياسي مع مصريين على أرضية الوطن صح مش مع الأرضية جماعة إرهابية تتجسس لمصالح دول أخرى يمكن حضرتك في الفاصل كنت بتسأل هل العمليات دي الإرهابية الإخوان العلم بيها أو اللي يد فيها أو اللي بيوديرهم جماعة الإخوان تحديدا وهي جماعة الإسلام السياسي الأكبر والأقوى في العالم كله وأنه كل حتى الترارات السياسية الأخرى اللي ممكن تختلف معها إدولوجيا بتشتغل تحت إيديها موظفة هي جماعة وظيفية منذ اللحظة الأولى لأي جهاز مخابراتي هيدفع أكتر يعني بشكل قطعي من يوفر لهم الغطاء من يوفر الغطاء يعني حضرتك بداية من حسن البنة ونطرح الأسئلة من مين اللي كان بيوظف حسن البنة من بعض الدول العربية أو الدول الأجنبية هنيجي بعد كده يعني حتى فيه وسائق بريطانية أفراجوا عنها من حوالي سنة تقريبا بتتكلم عن توظيف غير مباشر الإخواني اليمن ضد عبد الناصر وضد اللي كان بيحصل فيه لمصلحة بريطانيا والتوظيف غير مباشر هنا إن أنا بيعفيه توظيف مباشر وغير مباشر المباشر أنا بتعمل بشكل مباشر مع قادة الإخوان غير مباشر أنا باستغل تلك الجماعة الوظفية واستغل اسمها وابدأ أروج لي وسوأ لي على الاعتبار أن ده الإسلام الوسطي وده المشروع الضخم جدا اللي بدأ يروج لي الأمريكان إعلاميا بعد 2005 وفجرة الشرق الأوسط الجديد إن أنا ده الإسلام الوسطي اللي احنا هكولنا هنتقبله في محاولة للسيطرة على الجاليات المسلمة في أوروبا وإعادة استخدامها كورق الضغط على الأطزمة العربية أطزمة الحكم العربية كورق الضغط تستغل لها بعض منظمات الحقائية ضد الدولة المصرية أستاذ مهلا كان يتكلم على فكرة الحادث الإهرابي اللي حصل النهاردة وفي محاولة لإضعاف الدولة لو أنا مش في الدولة فلا دولة هما أساسا لا يعترفوا بمنطق الوطن أو بمنطق الدولة بشكلها الحديث بالعكس بيسخروا من منطق الدولة والوطن بشكل الحديث ترجمة نانسي قنقر